وقعت شركة إبداء لتنمية المشروعات بروتوكولا تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق ناموذ المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS والذي يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني تبقى للمعايير الدولية في المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفي هذا الصدد تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية ببدرة في مجال الذكاء الاصطناعية ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة ضميات الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وتحويلها إلى مدرسة إبداء الوطنية في مجالي الخدمات النجستية وإصلاح وصيانة السفن يتي ذلك تنفيذا لتوجهات رئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر الفين وثلاثين